لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد هناك عوائل جزائرية فقدت أبنائها يا جماعة خالد نزار ونعود الموضوع خالد نزار الذي عاد يوم 10-12-2020 وفي طائرة رئاسية خاصة حقيقة من ناحية العسكرية الاستراتيجية أن الجيش لما يسترجع وزير وجنرال موجود في الخارج شيء مهم بقاء شخص مثل خالد نزار إلى في الخارج سيسبب متعب أولا أن خالد نزار لديه قضايا وأولها قضايا تتعلق بجرائم الحرب في سويسرا وإذا تمت إدانة خالد نزار وتم توقيفه فمعناها إدانة المؤسسة العسكرية خالد نزار ما كان حامل السلاح يقاتل في الميدان ما كان هو اللي يعذب في السجود ما كانوا ما كان بل أنه خالد نزار كان يأمر كان يصدر أوامر والجيش هو الذي ينفذ إدانة خالد نزار بجرائم حرب معناها إدانة المؤسسة العسكرية إدانة المؤسسة العسكرية القادة الموجودين الآن كانوا في تلك المرحلة كلهم قادة في الميدان ومنهم شنقريحة شنقريحة بحد ذاته كان قائد ميداني ساهم في طار ما يسمى مكافحة الإرهاب هذه حقيقة معناها إدانة إذن المؤسسة العسكرية شوفوا نقولها لكم مرحلة التسعينات راهي مرحلة سوداء وملف ملغوم بالنسبة للعسكر وما يسمحوا لأي كان يقترب بنا لذلك عندما تلاحق خالد نزار بتهمة جرائم حرب فأنت لاحقت الجيش والجيش إذا لاحقت الجيش معناها لاحقت القادة ولذلك هم عاملوا بطريقة واسترجعوا خالد نزار خالد نزار بماذا ملاحق ملاحق بتهمة المؤامرة وانتقادات الجيد سارح هما الجيد سارح خلاص صراحا لا عم يعد لعي يعني لهم شيئا وهذا طبعا ديدا للمؤسسة العسكرية أنا عشت في المؤسسة العسكرية لم نحتفي اليوما برحيل مسؤول أو شيء من هذا القبيل ولكن على المستوى السياسي لديه بصمات إذن قضية تتعلق بالمجتمع المدني تتعلق بالجهات المدنية تتعلق برئاسة الجمهورية وأشياء أخرى ننتظر ماذا ستقول على كل حد إذن خالد نزار استرجعوه بالنسبة ليه استرجاع خالد نزار أولى من ملاحقته حتى لو كان المقابل أنه يتم إفراغ مذكرة التوقيف لأن القضية يا جمع الكثير انتقدوا عودة خالد نزار عودة خالد نزار فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلم الجانب الإيجابي أنه جنرال ووزير دفاع سابق عاد إلى بلادي وعنده مذكرة التوقيف وملاحق مع الجنرالات الآخرين أنا لا أدري كيف الناس اللي ينتقدوا في عودة خالد نزار وفي نفس الوقت ينتقدوا محاكمة التوفيق كثير أنه التوفيق وكذا هم يريدون كأنهم يريدون أن الجيش يفتح ملفات قضايا حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي حدثت في التسعينات يفتحها بنفسه وغد نفسه في المؤسسة العسكرية اللي ما تحلمش بيها هذا ما يديروا هذا هذا إذا حدث تغيير حقيقي في الدولة ويتغير النظام وتكون هناك عدالة انتقالية ولا أعتقد في هذه الحالة سيتم فتح تلك الملفات لأنها ملفات تورط مؤسسة وتورط قادة وتورط كثير من الأطراف طبعا ولا نبرأ الجماعات الإرهابية التي فعلت ما يندله الجبين على الأقل في بعض الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية كان بعض القادة العسكريين المتواجدين في تلك المنطق قصروا لأنه أنا نكون مسؤول عسكري في براسة نحميها وبعد ذلك تتمكن جماعة من ارتكاب مجزرة معينة هنا أتحمل مسؤولية ليس أنني ارتكبت المجزرة أنني قصرت قصرت ولو لم أقصر من الناحية الأمنية ما وصل هؤلاء القتلة إلى بيوت الناس الآمينين وذبحهم وقتلهم عودة خالد النظام قلت فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلب الجانب الإيجابي ذكرناه بالنسبة للمؤسسة العسكري أنه شخص جنيرال يكون في الخارج يشكل خطر من ناحية الأمنة طويم من كثير منها لكن الناحية السلبية أنه أعطت صورة أنه خالد النظار لا يمكن أن يعود بدون صفقة مستحيل والصفقة هذه دارها مع يوسف بوزيت وشنغريحة وجمعها ما هي الصفقة؟ هل خالد النظار دخل باشي يروح للحبس؟ أبداً أوعدوه بأن هذه القضية رح تطوى ورح تم إفراغ مذكرة التوقيف الدولية ومن المفروض قانونياً أن واحد حكم بجناية معينة وصدر في حقه بأمر بالقبض يلقى عليه القبض في المطار ويذهب إلى المحكمة وفي المحكمة يتم إفراغ مذكرة التوقيف وأيضاً يعمل معارضة على الحكم الغيابي ولكن يتم إيداعه السجن خالد النظار لم يودع في السجن بل أنه استقبل بطريقة رسمية وتم حلله كل مشاكله وفيه مصادر تحكي أنه موجود في داره وفيه مصادر تحكي أنه يتواجد في مكان آخر إذن وجود صفقة هل الصفقة على حساب المسار؟ اللي كان القايد صالح هو رأس الحربة فيه؟ أنا أعتقد بأنه خالد النظار يتماهى مع كل مرحلة وشفناه كيف كان تقد القايد صالح وبعد ذلك يشوف كيف يشغاز للمؤسسة العسكرية وهو كان موجود في إسبانيا إذن الصفقة تكون على حساب المسار لذلك قلت لكم أنه شنجريحة عندما جاء إلى قيادة الأركان ماذا فعل؟ أبعد أنهى تقريباً مصار القايد صالح وراح يصنع مسار جديد المسار الجديد ماذا فيه؟ يستعيد كل الإقتجراءات التي اتخذها القايد صالح رح تنتهي رح يتخلوا طبعاً ما هذا بش بعض الناس يتحدثوا بأنه ويحيى يخرج وسلل هذا لا يساوون شيئاً بل أنه رح يخلوهم في الحبز وسعيد بوتفليقة وغير 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 هذا لا يساوون شيئاً هم يهمهم اللوبيهات اللوبيهات داخل المؤسسة العسكرية يهمهم جنرالات يهمهم قادة عسكريين تفيق رحوا المخابرات أكثر من عشرين عام رحوا علبة سوداء إلى نظام الحكم في التسعينات وارواح هؤلاء ما يستغنوا عليهم هؤلاء ما يخلوهم ما يتخلوا عليهم حتى القايد صاح تخلى عليهم وكان مستعجف تحلهم كل الملفات ولكن الرؤية تغير يعني كثير رح يتساءلوا يقولك أنت تتحدث عن مؤسسة العسكرية لم تذكرنا بتبون تبون يا جماعة هو رئيس الجمهورية انتخبه في 12-12-2019 رأى تستلم الحكم ما جاء عنده طاقة ما عنده نفوذ دخل مؤسسة العسكرية جاء بقبة أو تحت قبعة القايد صالح وواصل بعد رحيل القايد صالح تحت قبعة شنجريا وهذه الحقيقة لأنه النظام الجزائري نظام في ظاهره مدني ولكن السستام هو سستام عسكري بمعنى الكلمة وتفكيك هذه المنظومة مش سهلة مش بمجرد شعارات دولة مدنية مش عسكرية تستطيع أن تفكك هذه المنظومة انظروا إلى بعض الدول كيف فككت هذه المنظومة العسكرية مثل تركيا كيف قضوا سنوات طويلة وهم في الحكم والبرلمان عندهم الأغلبية ولم ينجحوا في تفكيك هذه المنظومة إلا بعد 20 عاما أنت تجيب مجرد ما يخرج الشعب إلى الشارع والشعب غير مؤدلج ولا غير مسيس وغير مؤثر وتريد بها أن تسقط نظام أو منظومة عسكرية داخل السستام هذا كلام فارغ ولا يمكن أن يتحقق منه شيئا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله